قال نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علي عبدالنبي إن جلسة الحوار ركزت على مناقشة توطين الصناعات الجديدة خاصة ذات قيمة المضافة العالية كالإلكترونية والتكنولوجية فأشار عبدالنبي إلى مناقشة أهمية المشاركة بين الهيئات المختلفة للمساهمة في عملية التوطين بخصوص توطين إيبا أنت بتكلم على الصناعات الجديدة إحنا بنؤمن كحزب بتوطين الصناعات وخاصة ذات الصفة ذات قيمة المضافة العالية وهي صناعات الإلكترونية والتكنولوجية والصناعات الأدوية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية